اشتركوا في القناة اعلان مني من قبل رمضان ليه كفال للشر والله كان قال شوية كلام كده يعني يعني كان قال شوية كلام كده علينا فالنفوس اتغيرت فانا عايز اعرف انا عليها وزر ولا ايه بالزبط طيب يا ست يعني هو دلوقتي ايه اللي حصل حصل شوية كلام كده فانت خدت على خطرك اه وقال علي كلام المصرد ما يقوله خدت على خطرك وبعدين ما بيتيش تروحيله صح اه فخيركم الذي يبدأ بالسلام ابتقي انتي وتواصل معاه وروحيله وان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يجعل لك السواب العظيم ويجعل السواب في ميزان حسناتك ان شاء الله ماشي يا شيخنا بس هو قال انا مش عايزكم ولا عايز يعني ولا حالة الكلام بيبقى وراء القلب واي حد حبيب حد بيقوله الكلام ده ويصدقه على طول واحنا مسألة ان احنا بنعمل الكلام ده مش بس عشان هو عايزنا ولا مش عايزنا احنا بنعمل الكلام ده كمان عشان دوت اخلاقنا اللي ربنا بيحبها ربنا بيحب من العبيد ان هم يبقوا سهلين ولينين ويحبوا الناس وخاصة لو كانوا اخوتهم واهلهم اذا انت انا شايف ان حضرتك يعني لأ حضرتك تفضلي مشكورا اعملي كده وان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يكريمك ويفتح عليك ومبارح احنا كنا بنتكلم كمان عن حلقة دعم الاقارب فانا اظن ان انت لو عملت كده هيكون احسن كمان لو ان كنت شفتي الحلقة اللي تتعلق بالاقارب مبارح استاذ نبيل من القاهرة يتفضل سلام عليكم اهلا وسلام بحضرتك ازاك حضرتك الله يبارك حضرتك الله اكرم بقول لحضرتك بالنسبة لزكاة المال كان فيه استفسار كده يعني وده السؤال المعتاد وان شاء الله يعني تجاوبنا وتطمننا انا حطت شهادات وبيطلع لي منها ريح وبكمل بيه معيشة يعني وحداك عارف دكات المال اتفح من اصل الشهادة ولا من الفوائد انا الحل بيعدي عليها فانا بس عايز اعرف عشان ربنا ما يحسبنيش على حاجة كنا عملتها خلط بص يا استاذ نبيل انت قلت ان انت بتكمل حياتك من ريع الشهادة دي صح؟ اه يا فندم يعني بتصرف على نفسك بتكمل على والاقصة انا عسلتي اه حضرتك انا عارف بتكيستريف على اسلتك يعني بتاخد منها تكاليف الحياة اذا كنت بتعمل كده هو يبقى انت هتطلع عشر الريع يعني ما تستناش كل حول الريع ده بيطلع لك كلmates كل شهر ولا كل ثلاث تشهر يعني هما شهادتين كذا شهاد ما في واحدة كل ثلاث شهور واحدة كل شهر ايه خسب اللي بتطلع كل ثلاث شهور تطلع عشرة في المية من اللي بتطلع كل ثلاث شهور وال اللي بتطلع بتجي كل شهر تطلع 10% من اللي بيجي كل شهر تطلع 10% من الريع خلاص حديقة طبعا لو جمعتهم يعني اعرف نسبة تعدية الارباح لا 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 بس عشان كده تبقى متأخر زي واحد بيقول لي بجمع الصلاة مع بعض لا طلع كل واحدة كل واحدة كل ما ييجي وقتها كل ما ييجي الريع تروح مطلعه ان شاء الله دي زكاة مال تعتبر عادي اه هي زكاة مال ايه بص يا سيدي بص يا حاج النبيل انت لو طلعت 2.5% ما حدش هيقولك لا لكن انا اقول طيب اسمعني طيب حاج النبيل اسمعني بس اسمعني صلى على النبي بص يا حاج النبيل اللي حصل ببساطة خالص ان انت لو طلعت 2.5% ما فيش اشكال لكن هناك فتوى هذه الفتوى فيها نوع من انواع الاجتهاد الجديد الذي يتناسب مع مسألة شهادات الاستثمار فمنطلع فيها 10% لان هي تم قياس شهادات الاستثمار قالوا خلاص نطلع فيها نفس دي بيطلع في زكاة الزروع والاستمار اللي هي 10% تمام مادام نادية من القائرة تتفضل اهلا مساء النور اتفضل حضرتك اهلا مساء مساء الخير ايه لو سمحت وانا حامل نعم انا حامل وبعدين مش مش هادر أسوم اعمل ايه يعني في ولا حاجة هتتفضل حضرتك بالبركة والهنى والنور تعملي ايه حضرتك تستمر في الرضاع وتستمر في تنتهي من الحم ولو حتى تحتاجي الى في الرضاع كمان ان انت تفطري في العام القادم استمر في ده وبعد ما تخلص السيام ورضاع ايه اللي حاصل بعد كده تعملي ايه بعد كده تبتدي تصوم الايام اللي عليك ما تطلعيش فدية لكن اعتقد الايام اللي عليك